السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو اليوم هام جداً لأنه رح نتحدث عن أول ورقة تم تسريبة عن ملامح المساعدات القادمة في ألمانيا حزب الاس بي دي الآن الحزب الحاكم الرئيسي حزب المساشر الألماني أولاف شولز صاغة الآن ورقة عمل سيتم نقاشها الداخل الحزب مبدئياً في الأول والثاني من شهر زبتمبر في الشهر التاسع بداية شهر التاسع وبعدها سيتم عرضها طبعاً أيضاً على الأحزاب الحاكم الأخرى حزب الخضر وحزب الاف دي بي فإذا تم التوافق عليها يمكن أن نشهد حزمة المساعدات على هذا الشكل رح نلقي نظرة الآن على حزمة المساعدات الجديدة وملامح حزمة المساعدات الجديدة المقترحة والنقطة الأولى من حزمة المساعدات الجديدة هي صرف مساعدة بقيمة 300 يورو مرة أخرى ولكن سيحصل عليها شريحة أوسع من الناس سيتم دفع الآن في الشهر التاسع بنعرف سيتم دفعها مع الرواتب للعملين في ألمانيا الحديث أيضاً هنا مرة أخرى عن 300 يورو بشكل رئيسي ولكن لقاعدة أوسع الحديث هنا عن تقديم هذه المساعدة للناس أصحاب الدخل المحدود والمتوسط أيضاً في هذه المرة بشكل رئيسي العائلات المتقاعدين المتقاعدين يدرسون في الجامعة كما يفهم من ورقة العمل حتى ما أحد يتعرض في الشتاء يعني للبرد أو انقطاع الكهرباء عنه يعني بمعنى بشكل أو بأخر أنه من لا يستطيع الدفع ربما مبدئياً لن يتم من قطع الكهرباء والغاز عنه النقطة الثالثة أيضاً هامة جداً بشكل رميه من البيت وإنما سيتم إعطاعه على الأقل حبائي لمدة ستة أشهر النقطة الثالثة من الملامح المساعدات الجديدة بطاقة تسعة وأربعين يورو مشابهة لبطاقة التسعة يورو نعرف تسعة يورو لمدة سلاسة أشهر في ألمانيا كانت رائعة جداً في الحقيقة الأيام الأخيرة الآن يعني من بطاقة التسعة يورو كنا مسموحنا نتنقل في كل ألمانيا فالآن المقترح الجديد هو بطاقة بقيمة تسعة وأربعين يورو بنفس شروط بطاقة التسعة يورو يعني يمكن التنقل في كل ألمانيا لمدة شهر بهذه البطاقة بهذا السعر وبالشروط المعروفة طبعاً فتسعة وأربعين يورو هو المقترح سيتم تحمل أعباء هذه الخطوة مناصفة بين المقاطعات وبين الحكومة المركزية يعني لأنه نعرف أنه هي مكلفة جداً والتكاليف أعلى حتى من إيرادات هذه البطاقات طبعاً تسعة يورو كانت منخفضة جداً حتى التسعة وأربعين يورو لا تكفي لأن البطاقة على مستوى ألمانيا كاملة فسيتم تحمل أعباء هذه البطاقة أيضاً مناصفة النقطة التالية التوقف عن رفع قيمة ضريبة ساني أكسيد الكربون على المحروقات اللي بتابعني بشكل دائم بيعرف أنه تم فرض لحماية المناخ ضريبة ساني أكسيد الكربون على المحروقات في ألمانيا وبالتالي أدى ذلك بشكل أو بآخر طبعاً أيضاً إلى ارتفاع سعر البنزين، سعر الديزل، يعني كل المحروقات ومنعرف أن الساعد طن انبعاث غاز ساني أكسيد الكربون كان في عام 2021 25 يورو في عام 2022 صارت 30 يورو ومن المفترض أنه يصل إلى 60 يورو لاحقاً حتى للطن الواحد من غاز ساني أكسيد الكربون والآن ضمن ورقة العمل هذه المقترحة هو أن يتم تجميد رفع ضريبة ساني أكسيد الكربون على المحروقات بمعنى أنه تتوقف عند 30 يورو لمدة سنتين على الأقل مبدئياً حتى يتم إيجاد حلول اجتماعية أخرى فبالتالي يعني عدم اتخاذ إجراء أو إيقاف إجراء مثلاً ارتفاع أسعار المحروقات لساعة أكتر وأكتر في الأيام أو الأسنين القادمة فهذا المقترح أيضاً بتجميد ضريبة غاز ساني أكسيد الكربون النقطة التالية بالنسبة لشركات الطاقة في ألمانيا المحلية الصغيرة للمزودين الطاقة في المدن أو الأرياف يعني الصغيرة الشركات ليست ضخم المزودين الرئيسيين أيضاً حمايتهم من الإفلاس لأنهم يقومون بتزويد نعرف البيوت أو الشركات بالغاز والكهرباء مثلاً فسيتم إيطاهم أيضاً حماية ونصب أيضاً نصب مظلة حماية فوق هذه الشركات وعدم السماح بإفلاسها لأنها تقوم بتزويد الناس بالطاقة وفي النقطة الأخيرة رغم موجود حاجة ماسة للطاقة الآن في ألمانيا ومع ذلك فإنه ضمن هذه المقترحات لا توجد نقطة بتمديد عمل المفاعلات النووية الشيء الوحيد أو الباب الوحيد الذي أبقي مفتوحاً حول هذه النقطة هو أن يتم نعرف أن سلاسة مفاعلات نووية لا تزال تعمل في ألمانيا من المفروض أن تخرج من الخدمة في نهاية هذا العام قد يتم ترك الباب مفتوحاً بأن يتعمل حتى تنتهي البغنشتيبة تنتهي أيضاً الأنوية التي يتم إحراقها حتى النهاية تم استخلاص كل الطاقة الموجودة فيها وبعدها يتم إخراجها من الخدمة هذه النقطة الوحيدة التي تم إبقاؤها ممكنة ضمن موضوع الطاقة النووية أما بشكل عام لم يتم اتخاذ أي إجراء بتمديد عمل منفاعلات نووية في ألمانيا كل هذه النقاط التي ترونها هي الآن هي ورقة عمل حزب الاسبيدي طبعاً هو الحزب الحاكم الرئيسي وسيتم نقاشه لنا مع الحزاب الأخرى وقد يشهد النور لاحقاً بهذا الشكل ربما بشكل معدل يعني كمان حول هذا الموضوع نقطة كمان ضمن ورقة العمل هذه هي يعني نعرف أن الجاز أملاقة سيتم فرضه أبتداء من 1 أكتوبا 1.2.4 سنة مع ضريبة القيمة المضافة بالمجمل سيتم تخفيضها إلى 7% ولكن نعرف أنه كان في اعتراضات أن هناك بعض الشركات الكبيرة يعني ليست في وضع مادي صعب حتى يتم منحها أيضاً هذه الجاز أملاقة وبالتالي قد يتم تعديل هذه النقطة بحيث تحصل عليها فقط الشركات اللي بحاجة لمساعدة وهيك بكون أعطيكم فكرة شاملة عن أول تسريب حقيقي وكامل عن حزمة المساعدات الجديدة التي أعلن ووعد بها المستشار الألماني أولاف شالت ننتقل إلى الموضوع التالي وزير الاقتصاد الألماني سيد غوبة حابك بشرة الآن بأن مستويات تخزين الغاز في ألمانيا جيدة وصلت الآن إلى 82.2% بتاريخ 26 أغوز 26-28 عقبل عدة أيام في ألمانيا وهذا يعني أننا متقدمون حتى في موضوع ملء خزانات الغاز يعني بشكل أكبر حتى من الخطة الموضوع نعرف أنه نحن مفروض لـ 1 أكتوبا 1 عشرة نصل لنسبة 85 يعني تقريبا وصلنا إلى الآن ونحن لساتنا في شهر أغوز هذه أخبار جيدة وبالتالي معنى ذلك أننا على الأغلب لن نشهد في فصل الخريف والشتاء أي مشاكل في تزويد الناس سواء البيوت بالغاز للتدفئة أو حتى الشركات فهذه من ناحية أخبار جيدة وبعدها سيتم طبعا أيضا السماح بإعادة تفريغ هذه الخزانات لأنه نحن رح نستهلك الطاقة الآن في الشتاء القادم ومن المفترض حتى شهر فيبو مسموح حتى نرجع نخفض بمستويات تخزين الغاز إلى 40% إذن الأخبار مبشرة بشكل عام ألمانيا نجحت بشكل أو بآخر الآن في الوصول إلى نسب مرتفعة من تخزين الغاز ننتقل إلى الخبر التالي المستشار الألماني أولوف شولتس أعلن من براغ هناك هو في زيارة في براغ في ألشيك أعلن من هناك عن مؤتمر دولي لإعادة إعمار أوكرانيا سيتم عقده في برلين في 25-10-25 أكتوبر سؤال هام جدا مؤتمر دولي لإعادة الإعمار هل سيتم نزل الآن إعادة الإعمار ونعرف يعني مع الأسف الحرب لا تزال جارية هناك في الحقيقة المعلومات المتوفرة هي أنه في هذا المؤتمر مبدئيا سيجتمع الخبراء ربما لوضع الخطط لإعادة إعمار أوكرانيا ألمانيا ستستضيف هذا المؤتمر وبنفس الوقت أكد المستشار الألماني عن دعم ألمانيا لأوكرانيا الذي يعتمد عليه ودعم مفتوح بدون نهاية وقال أن ألمانيا تقف إلى أوكرانيا بهذا الشكل الكامل إذن وعود كبيرة جدا من ألمانيا حتى في إعادة أعمار أوكرانيا على ما يبدو ننتقل للموضوع الأخير هذا الصيف كان صيفا جميلا إذا لاحظتم شفنا درجات حرارة مرتفعة شفنا أيام طويلة مشمسة وبنفس الوقت يعني عانينا من الجفاف بشكل كبير وخاصة لمحاصيل الزراعية الآن هيئة الأرصاد الجوية الألمانية ديفيديل دوتشا فيتا دينس أعلنت بشكل رسمي أن هذا الصيف سجل رقم قياسي جديد في ألمانيا في نسبة عدد ساعات سطوع الشمس في ألمانيا في عام 2022 الآن والأيام المتبقية التي يتم توقعها حسابيا فإن نسبة سطوع الشمس في ألمانيا في هذا العام وصلت إلى 817 ساعة في هذا الصيف من شهر يوني حتى شهر أوجسط وأعلى نسبة كانت قد تم تسجيلها سابقا هي في عام 2003 حيث كان في ذلك الوقت نسبة سطوع الشمس في فصل الصيف 793.3 ساعة والآن سجلنا رقم قياسي جديد منذ بدء التسجيلات في عام 1951 فهذا الصيف كان فعلا مميز جدا علما أن نحن في السنوات الماضية 2018-2019 بشكل خاص شفنا أيضا صيف مشمس يعني في السنوات الأخيرة طبعا سابقا تعرفوا أنا عايش من فترة طويلة جدا في ألمانيا سابقا ما كنا نشوف هيك صيف يعني كنا نشوف صيف عادي جدا لمدة أسبوعين شوية شمس وينتهي حتى ما نشوف درجات حرارة مرتفعة إلا لعدة أيام وتنتهي في السنوات الأخيرة عم نلاحظ بشكل واضح يعني عندنا فصل الصيف يعني بكل ما تعنيه الكلمة من معنى طبعا هذا مترافق أيضا مع الأسف مع الجفاف الآن وكل هذه المعلومات يعني وكل هذا نسبة سطوع الشمس والساعات حسب هيئة الأرصاد الجوية مرتبطة بالتغير المناخ وهيك ما كنا عملنا جولة على هم المعلومات من ألمانيا تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته